تبدأ اليوم فعاليات منتدى حوار المنامة الذي تنظمه وزارة الخارجية بتعاون مع المعهد الدولي للإدراسات الاستراتيجية على مداري ثلاثة أيام وذلك بمشاركة إقليمية ودولية واسعة ويبحث حوار المنامة في التطورات المرتبطة بمجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية في المنطقة من أرض الحوار وملتقى الثقافات من البحرين تنطلق من جديد فعاليات حوار المنامة في نسختها الرابع عشر وعلى مدار ثلاثة أيام وتشمل فعاليات حوار المنامة اجتماعات ثنائية بين الوزراء والمسؤولين فيما من المقرر أن تشمل الجلسات يوم السبت قضايا رئيسية أبرزها السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط والعلاقات المتحولة والنظام الشرق الأوسطي والصراع والدبلوماسية في المنطقة وتثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط والأمن والتنافس في منطقة القرن الأفريقي وتعد سياسة الاتحاد الأوروبي وأمن الخليج إضافة إلى التحديث والتصنيع الدفاعي في الشرق الأوسط والتهديدات السيبرانية والدفاع السيبراني وعدم انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط هي أبرز القضايا المقرر مناقشتها في جلسات يوم الأحد هذا ويشهد حوار المنامة مشاركة أكثر من خمسين وزيرا إضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين الإقليميين والدوليين السياسيين والعسكريين الذين يمثلون خمسا وعشرين دولة من أجل مناقشة التحديات الأمنية الأكثر إلحاحا في الشرق الأوسط وتطورات المرتبطة بمجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية في المنطقة وتكتسب دورة هذا العام من قمة حوار المنامة للأمن الإقليمي أهميتها من العديد من الاعتبارات فإضافة إلى أنها النسخة الرابع عشر من المنتدى الذي يواصل سنويا وبنجاح مسيرة مساهماته في النقاش والتفاعل حول مصادر التهديد الدولي وسبل مواجهتها فإن القمة هذا العام على موعد مع بحث إحدى أهم وأبرز تحديات المنطقة والعالم وهي قضية إعادة ترتيب الشرق الأوسط حيث خصص المنتدى فعالياته وجلساته لبحث هذا الموضوع بأبعاده المختلفة ويوصف حوار المنامة الذي قدم موعد عقاده هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة ليواكب المستجدات والظروف الإقليمية والدولية الراهنة باعتباره أكبر قمة سياسية غير رسمية في الشرق الأوسط نظراً للمشاركة الواسعة رفيعة المستوى ونظراً لأن قمة حوار المنامة تمثل في ذاتها محفلاً خاصاً يعتمد فكرة التواصل المباشر بين المشاركين فيه من تنفيذيين وخبراء فإنه يعول عليها لتحقيق مزيد من التفاهمات والمشاورات بشأن الملفات والمخاطر الراهنة التي تحدق بالمنطقة وبخاصة في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية والأمن في الشرق الأوسط وعلاقة كل ذلك بدعائم الأمن ومرتكزات الاستقرار العالمي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة